موسيقى كنت قلصة و هنا تنشوف الفانتالي والناس اللي متابعيني 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 المساج توق سنابشات و في مواقع توصول اجتمائي تكوروني باللي ركيني الصور ديلي في المجلات الإيطالية و سافي كيف ما قلتلك من المور ماشفت الصور ديلي في المجلات الإيطالية اللي معتاتها جهتما لقيت على وتاني الفيديو اللي كان هدروا إليه هو دردجة ديال العربية اللي فيه صور ديلي و أنني منسوبة لواحد شخص منسوبة أني لأخت دياله هو واحد شخص اللي هو الإرهابي دي المانشستر لذيه أخان و أخت انتود عجو مانا عاشوا في لندن ثم انتقلوا إلى منطقة فيلوفيلد جنوب مانشستر حيث سكنوا هناك لمدة عشي سنوات لكن ما يثير الشبهات وتسبب بطلق لأجهزة الاستخدارات البريطانية هي جمانة أخت سليمان حيث تظهر على موقعين مختلفين على الشبكات التواصل الاجتماعي تارة بلباس ديني وحجاب وتارة تظهر بلباس دون الحجاب فعشان قول لك بيانت وقت صدمته وما تقبلش الأمر وفلول خذيته بقال قوة لهنت تضحك فلول خدتان تضحكت مقوله شيت شي تخرب قولها دفل خرب لقيت بالإرهاب الساح تكشي وأول حاجة درتاي العائلة ديالي كنت في الندراسة مش تنجر للدار عند العائلة ديالي باش ننخبرهم بالأمر قلت وما في خبرهم والوما ناك الأم ديالي ما تقبلش صدماتي بزاف خافت اكثر مني يعني كان صعيب علينا بزاف خطو نهار نور كان صعيب سين فو بوز كيف ماتي قولو سين بوز لسلبي عشي إيجابي دونك تشهرت بطريقة سلبية تشهرت بطريقة ديال اخت العرابي تشهرت لأساس جو مانا مش لأساس ماريا دونك تشي مكتاب مأنا مديرو قدر له دونك نغتنا من الفرصة بلنهضر الى الناس اللي مخلين تعليقات لي معدحت تشي مأنا مخلين تعليقات لإجاريحة اللي ما كدرنيش أنا كدر الوليدة ديالي وكدر عائلتي بصيفة أولى اللي كيقول لك أحقا بغتي الشهرة هاي بغتي الفلوس ههما أنا مع عمر قلبت على الشهرة مع عمر قلبت على الفلوس أنا إنساني الله فإنساني الله بديس غدغت وقتوا يعني مع الشهرة رخيصة سهلة والفلوس اللي كتوصل لهم ضغية سهل بشتوصل لهم ما كنت نتشي حاجة مغرد لأتيبر ديالي وتعويض المدني ديالي والاعتدار قدم رسمي كيف ما نشروا الخبر قدمنا سكلهم غادي نشروا الاعتدار قدمنا سكلهم مني الى هاد الخطأ الفادح لداروا ما كنت نتشي حاجة مغرد لشي هاد المحامي هادا الحمدلله الناس من هادا اللي خدامين معايا وناس اللي تم العائلة ديالتي عارفوه هادا هما اللي أعطوني اسمي جالو مشيت لأندو بوحدي وشرحت ليه الموضوع وهو تبارك الله اللي محامي يعني واصل وكي أعودوا لي الناس مزيان صافيا هادا مشيت لأندو وردتوا القضية ديالي قال لي غادي نتبناها وتاه هو ما أجبوش الحال ويعني شفت لها ديال الأمر غير عادي من طرف قانات اللي كبيرة بهذا الحاجم هادا وغادي نتابعوا لمصر القانوني ديالنا حتى نقضوا الحق ديالنا إن شاء الله